اتداء تركيا المتكررة على الحدود العراقية الشمالية تأتي على هامش اتفاقية حماية الحدود بين البلدين لتتخذ تركيا من تواجد حزب العمال الكردستاني ذريعة لاطلاق عملياتها العسكرية في عمق الشمال العراقي من جهة محافظة دوهوك تدخل التركي عبارة عن ردة فعل وليس فعل لانه عبارة عن ردة فعل لتواجد حزب العمال الكردستاني الذي يعني يوجد معسكرات خاصة لحزب العمال الكردستاني للتدريب ولتنظيم عمليات ضد الاراضي التركية وهذا مخالف للفقرة الثانية من المادة الثانية من نثاق الامم المتحدة وانها امتداد لقضية طويلة وقضية تاريخية بالنسبة للدولتين عملية مخلب النمر التركية جاءت بتوقيت متزامن مع تحجيم الدورة الايراني في الشرق الاوسط الذي تعمل عليه اميركا والناتو منذ فترة ليكون العمال الكردستاني احد الاهداف لتقليص المدى الايراني والذي طالبته اربيل بالانسحاب من المناطق الحدودية لقطع الطريق امام تأزم الاوضاع في المنطقة اسرار على هذا التوقيت بالذات يعود الى اسرار الولايات المتحدة والناتو بشكل عام على تحجيم الدور وهيمنة الحكومة الايرانية بصراحة او الدولة الايرانية في المنطقة لانه حزب العمال الكردستاني يعتبر من اتباع الدولة الايرانية في هذه المرحلة مطالبات مستمرة على ان تتخذ بغداد اجراءات حاسمة لايقاف التدخلات التركية كما على تركيا البحث عن بدائل لاستقرار العراق وعدم اضافة اعباء اخرى على عاتق الحكومة العراقية يعتبر هذا العدوان متكرر في اكثر من مناسبة وباستمرار تركيا تحاول ان تضغط على العراق وتضغط على اقليم كردستان الموقف في اقليم كردستان يعتبر انه ايضا هذا عدوان على العراق وعلى اراضي الاقليم في ظل هذه الاجواء السياسية التي يمر بها العراق على الحكومة التركية ان تلتزم باخلاقيات الجوار وتساعد العراق وليس ان تفتح له مشاكل وازمات داخلية هذه التحركات وخصوصا انطلاق عملية برية تعتبر من الازمات التي تضاف الى الحكومة العراقية كان هناك مناشدات من قبل خصوصا حزب الديموقراطي الكردستاني وحكومة ديخليم كردستان بعدم شرعية تواجد هذه القوات في هذه المناطق لانها تعطي ذريعة للتدخل التركي كما اعطت الذريعة للتدخل التركي في سوريا وفي كردستان سوريا احداث متسارعة تشهدها المنطقة وخاصة العراق قد تغير من استراتيجية السياسة القادمة الا ان الاهم يبقى ايجاد حلولا دبلوماسية تصب باتجاه استقرار العراق وايقاف مضاعفة ازماته تتكاتف فيها جهود الحكومة العراقية ودول الجوار اشتركوا في القناة